موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص كافي حلقة جديدة يعني ضيف جديد ضفيتنا لليوم المهندسة الجميلة أهلا وسهلا فيك مهندسة الجميلة أهلا فيك شرفتنا لنبدأ حلقتنا اليوم بفنجاين قهوة أهلا سهلا أهلا سهلا من هون لبينما تبرد القهوة خلينا نلعب لعبة أسئلة صغيرة جاهزة؟ جاهزة يب قهوة سادة أو حلوة؟ سادة تركية أو أمريكية؟ أمريكية شوكولاتة أو فانيلا؟ شوكولاتة مالح أو حلو؟ مالح تصحي بدلي أو بتأخر؟ كثير بكير حلو كتب علمية أو رواية؟ كتب علمية سيف أو شتة؟ أوه، السؤال دائماً شتة شتة سفر أو شغل؟ سفر أفلام أو مسلسلات؟ مسلسلات فريلانس أو بظيفة؟ فريلانس النص المليان أو النص الفاضي؟ دائماً نص المليان دائماً جميل طيب، إذا نرى تقرير بسيطة عملناها مع الناس من الشارع لموضوع حلقتنا لليوم ونحن دعونا نشرب قهوتنا، تفضلنا نشرب درجة الحرارة آه، يعني زي هلأ إحنا صرنا بشهر آخر شهر تمانية، المفترضة تكون درجة الحرارة معتدلة وهيكا، لسه هلأ ساف وشاب مشكلة المي، أي تغير المناخي أثر علينا بأنه ما عاد فيه مي بطلنا نشوف المي بنمر في موجات حرارة عالي جداً، ودرجات حرارة بتوصل للأربعين، وعمره ما كان هيك يعني إنه زي ما عكيت لك نقص مياه يعني هي المشكلة اللي حسيت فيها يعني طبعاً آه والله ممكن لأنه حسنا إحنا حالياً قاعدين بنعاني من المية والله إذا بظلت الأمور زي هيك راح تنقطع فيه رب فوق يعني وهو يعني راعي هالعباد هاي يعني من المحتمل ومحتمل كبير جداً للحكي هذا طيب جميلة خلينا نبدأ بأول فقرة من أسئلتنا وهي الأسئلة الشخصية لنعرف أكتر مين هي جميلة مين هي جميلة، كم عمرك، وين حاب توصل اليوم؟ أنا جميلة زعبي، عمري 28 سنة، مون بين عوجي، دائماً بحكو لهذا الحكي وين حاب أوصل حاب أكون أكبر مستشارة في مجال تغيير وناخب الوطن العربي إن شاء الله يا رب على خير، إن شاء الله طيب، دائماً ما تلعب الطفولة دور في بناء الشخصية اللي إحنا ممت اليوم أنا عم بقابل جميلة فيها خبريني أكثر كيف لعبة الطفولة دور في بناء شخصيتك؟ من ناحية طفولتي كان لعبة دور شخصيتي بشكل كبير خاصة إنه إحنا كنا غالباً وقت الصيف نمضيها بيت العزب أو بيت الصيف بالسلط وكنا دائماً إنه وقت فرط الزيتون لازم يكون كمان متواجدين وأطمنا طفل السماء، العنب، كل هاي المواسم وخاصة كان وقت الزيتون كان جدي الله يرحمه ويصحينا كنا فيأخذنا يحكينا يلا ونروح نعصر الزيتون بالمعصرة فإحنا كنا لاتنا كن أولاد صغار إنه ننتشر بالمعصرة مشان نشوف كيف الزيتون بنعصر وخلال هذا الموقف كنت دائماً أشمل ريحة المعصرة يحكي له جدي لاش هيك الريحة يحكي له هذا يجدي من الزبار فكون دائماً أحكي أنا أنا بدي أعالجه بديش أخلي دائماً هيك ريحة عاطلة فوقت ما بعد هيك كنت بالمدرسة كنت دائماً أنا بنادي البيئي وكنت نروح محميات بيئية ولما صرت توجيهي ومعادلة شوي طلع عالي فهم زي العائلة التقليدي الأردنية يلا روحي هندسة فأنا اخترت هندسة بيئية ورحت عامعان لأجل إنه أخاصة بالبيئة وكان مشروع التخرج معانجة المياه ناسور من عصر الزيتون مشان تخلص الريحة من المنطقة هاي يعني أكتر تحكي أكتر إشي يعني لعب طفولتي بالناحية حياتي وشغلي تاني كانت إنه الأهل نفسهم كانوا دائماً يشجعوني إن أكون قيادية أي موضوع قيادي أروح يحكي لي روحي وجربي فهذا بنق سقل شخصيتي من أنا صغيرة إنه أقدر أحكي قدامي الجمهور مع أخجل زي أغلب الأشخاص أكثر لحظة حزناً في حياة جميلة؟ أكتر لحظة كانت صعبة هي لحظة لما اتوفى فيها ابن عمي عمر صغير كان هي المرحلة اللحظة اللي صرت موقنة إنه فيها حقيقة اسمها الموت كنا دائماً نسمعه بعيد بس إنه كانت أول مرة بسمع بالموت وبشعر فيه وخاصة إنه هذا كتير قريب من موت فجأة نتمنى لنرحمة أكيد طيب بدنا ننتقل شوي يعني نفرفش شوي ندقيق خلينا نروح لأكثر لحظة مفرحة في حياة جميلة أكثر لحظة كانت حلوة بحياتي وقت ما قدرت أخذ الدعم من الكاذبي صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية أكون من أفضل لعشرين مشروع تخرج قابل للتطبيق في الأردن دعم مشروعي وقتها بخمس سلاف كان مشروعي معالجت المياه الناتجرة من عصر الزيبار ووقتها عالجت المياه الناتجرة من عصر الزيتون الأسود واو جميل جدا طيب كل إنسان في هذه الحياة عنده نقاط ضعف أو خلينا نحكي مخاوف شو أكبر مخاوفك اليوم الجميلة؟ أكبر مخاوفي دايما بحطهم أهلي إنه أنا كتير بحدا بحب عائلته كتير خبريني أكثر متى انطلقتوا شو اسم المبادرة وكيف كانت نقطة البداية؟ إحنا مبادرتنا اسمها إيكو يوث جوردن انطلقنا من سنتين كانت فكرتنا إنه إحنا بدنا نرفع الوعي البيئي عند الشباب ونستخدم المنصات التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع وبالفعل بلشنا بلشنا نعلن إن كانت بوستاتنا غالبا إيش الأحداث اللي عم بتصير بالأردن بيئيا والوطن العربي وإيش الفرص اللي ممكن يستغلوها الشباب مشان يساعدوه يتساعدهم بتطوير مهاراتهم من ناحية البيئة أو إنه إيش المنح اللي هلأ متوفرة مشان يقدروا يعملوا تمويل لمشاريحهم البيئية إحنا توجهنا كمان لنعمل ندوات عن طريق الزوم نستغل التكنولوجيا الجديدة مشان نحكي عن المواضيع البيئية وإيش المشاكل اللي بتخص المشاكل اللي عم بتصير حاليا سواء بالزراعة بالمياه أو بالتغير المناخي وكان دايما كنا دايما نجيب متحدثين مختصين بهذا الموضوع واحد من الشغلات اللي كانت من ألطف الندوات كان المتحدث هو عراقي ساكن بتركيا أعطانا عن النخيل وإيش الأمراض اللي عم بتصير فيه إيش المبيدات الحشرية اللي ممكن يستخدموها وحتى الآليات الجديدة طلعت مشان يعملوا قطاف للتمر وكانت هاي الندوة لطيفة وانه خاصة بتحسوا بتشوف من نفس الوقات انه احنا كل الوطن العربي عنده نفس المشاكل ونفس دهمهم وبيدر انه بزوم بسيط انه تحل المشكلة هاي صحيح ولكن هالمشكلة مشتركة فأكيد بدها جهود مشتركة من الكل صح طيب دائما النجاحات ما يرافقها الصعوبات وأكيد انت واجهت الصعوبات خبريني اكثر عن هاي الصعوبات جميلة اللي واجهتها في بداية مشروعك ببداية مبادرتنا كان اكتر تحدي لانه انه احنا شباب الشباب دائما بيحكولوا انه انتوا مش قد انه غير قادرين على تحمل مسئولية والمبادرة هاي ممكن تبلش اليوم زي فزعة وتخلص بكرة وكان هي تحدينا انه احنا رح نستمر ورح نقدر حتى لو كان من جبتنا الخاصة احنا بنعمل مبادراتنا ونعمل كل الفعاليات لانه احنا مامنين بهذا الموضوع رح نستمر وبالفعل استمرنا الناس هاي تاني والهلا احنا مستمرين جميل جدا طيب شو السبب اللي خلى جميلة تكمل بهالمشروع او شو الحافز خلينا نحكي هو نحكي شغف دائما بيكون الواحد لما يطوعه باشي هو بيحبه بيكون مستمتع فيه حتى لو كان مدة المجهود البدني او المادي عالي بس هو بيعتبر انه هذا الموضوع بيسعده ويطلع عليه انه لقدام ممكن يوم للايام انه يكبر ويكبر معه صحيح طيب جو بيلي احنا لما بنخطو اي خطوة في حياتنا او بنقرر نعمل اي خطوة خلينا نحكي مفصرية او كبيرة دائما ما نحتاج داعمين مين كان الداعمة جميلة اكبر داعمين لأيلي هم والدي ووالدي دائما هم بيأمنوا فيه وبيحكوا لأي اشي انه مدام انت شايفه انه بناسب اليك ورح يساعدك لقدام وانت شايفيته انه هو ما بغضب ربنا انه دائما انت شوف هذا اي شي بغضب ربنا معناته رح يدقي انه وما تعملي حتى لو كان المجتمع انه برفضه بس انت خاص اعمليه حتى انه مدام انت مقتنع فيه جميل جدا طيب خلينا نعرف اكثر جميلة مين بتستهدف مين الجهات اللي ممكن تستفيد من افكار او خلينا نحكي المبادرات اللي عم تطلقيها هلا احنا دائما نشتغل على المجتمع المحلي من مبدأ انه دائما ادماج المجتمع المحلي في المشاريع بعمل استدامة بالمشاريع وحتى ما بيكون هذا الادماج للمجتمع المحلي بالمشاريع الخاصة نحكي عنها البيئية انه احنا متوجهين بالبيئة الا اذا كان في واعي للمجتمع باهمية هذا الموضوع بيئيا واهمية استدامة هذا المشروع يعني مثلا لما احنا نحكي بدنا نعمل مشروع عن فرز النفايات بدل ما احنا نعمل مكبات جديدة ونستغل هاي المساحات للمكب نعمل فيها حضائق لا نروح نعمل اعاد تدوير اعاد تدوير ما بيبلش هيك بدك تبلش تعمل توعية توعية للمدارس للجمعات لشباب المجتمع كافة اطيافه وحتى الاهل مشان بيبلشوا يتقوا باهمية دورهم بهاي القضية لما هم يقامنوا باهمية دورهم عن طريق توعيتهم من قبل ساعتها بيكملوا بهذا المشروع انت شغال عليه طيب جميل جدا بس انا على سيرة التوعية وانتو عم بتحكي للمدارس المحافظات اليوم مشروعكم او مبادرتكم كيف عم بتغضي المحافظات هلا احنا مجموعتنا احنا تمام مهندسات نشتغل بقطاعات مختلفة بالبيئة منها من اعاد تدوير بادارة النفايات الصلبة بالمياه بالتربة والتغيير المناخي وما الى ذلك وحتى احنا الحلو الموضوع انه احنا من محافظات مختلفة من جرش ومن عجلون من اربد من الصلت وعمان وحتى في مننا من الجنود اشتغلنا مع طلاب المدارس بمشروع كان مشروع القيادة الشبابية البيئية كان المشروع هذا بسيط بقدراتنا المادية والخبرة اللي احنا عندنا اشتغلنا معهم بالبداية ان نحكي لهم عن مفاهيم البيئة ومفاهيم التغيير المناخي ومفهوم ايش يعني احنا اعادة معالجة المياه والمياه الرمادية وما الى ذلك وبعدها حعطناهم كورس بسيط الانجليزي مشان ندعمهم ونزيد ثقتهم بنفسهم انه اغلبهم مدارس الحكومية خاصة بالمحافظات عندهم ضعف اللغة الانجليزية وبعدها كنتقلنا نحكي لهم انه يلا شو رأيكم منبلش نشتغل نعمل مشاريع بسيطة هاي المشاريع يتحل المشاكل انتم عم بتواجهوها وكان كان الدعم المادي غالبا من اهليهم يشتغلوا خمس طلاب خمس مشاريع هاي المشاريع الصغيرة عملوا بروتوتيب انه كيف هم يعملوا يحققوا اعادة التدوير او معالجة الميب عن طريقة هذا المشروع كان كتير لطيف وكتير انبسطنا معاهم وحسنا انه اثرنا كتير رح يستدام خاص انه انت اشتغلت مع مدرسة ماشو طلع منهم خمسة بس الدول الخمسة انت بدأت حكان هو دول قياديين ودول الخمسة ممكن يعملوا اشي لقدام اكبر اذكري لي قصة ايجابية لليوم موجودة بذاكرة جميلة هلا اكتر اشي لمسنا بالطلاب كان هم شغفهم لي نبلش نعطيهم المحاضر او الحصة كان هوك يستنوها يستمتعوا فيها خاصة احنا كاننا دايما جانبي العملي يكون اغالب الجانب النظري وكون في فيديوهات في افلام حد اولهم كان ينبسطوا كتير وصاروا انه هما يتبنيين انه كنا معهم للسنة البعدها والبعدها فمشان هيك احنا هلا حاليا عم نحاول انه نغطي هاي المبادرة ماديا او نحاول نحصل على تمويل الهام شان نغطي كل المدارس جميلة بدنا ننتقل لا اسئلة عن الاستقبل نعرف اكثر وبين جميلة بتشوف هالمبادرة هالراح تسي مشروع اكبر شركة تخبريني اكثر تفاصيل هلا احنا نحبين ان نصير هي عبارة عن شركة غير ربحية واحنا التمانية كل واحدة يكون عندها مشروع خاص في انه مشروع بتشتغل عليه من ناحية بناءا على خبرتها العملية هاي المشاريع تكون مدعومة بعد ما يكون انه شركة غير ربحية واحنا غالبا هدفنا انه نعمل على تغيير الوعي للمجتمعي عن طريق ممارسات احنا بنشتغل عليها من ناحية اللاوعي احنا بنشتغل على موضوع النفسي اكتر من وضوع اشي تاني لكن خلينا نعرف اكثر عن تجارب جميلة لغسينا اكثر اشي تعلمتي من بداية المبادرة هلا من بداية المبادرة اكتر اشي تعلمته لحد هلا انه ايش ما كان اشي بتشتغله بسيط وممكن اي حدا يستسخفه مجرد ما ضلتك تعيده وعم بتكرره بشكل متكرر هذا رح يصير عادة عندك وبالنهاية يكون اثره ملموس اكتر على الناس تأثير الجماعي كتير كبير جميلة انت خبرتيني انه واجهتي صعوبات وكانوا ينظروا لك انه نظرة والله الى المبادرة انها فز على كونك شابة واكيد في شباب كتير عم بيتابعونا عم بواجهة صعوبات فشو ممكن جميلة توجه نصيحة للشباب المقبل على انشاء مبادرة او مشروع هلا اهم ايش انه انه انت بدك تبلش مبادرة تحاول قد ما بتقدر تلاقي فريق يكون معاك عنده نفس الشغف عنده نفس الاهتمامات تعني شغلة تكون تلاقي مينيتور هذا المينيتور فاهم ايش طبيعة الموضوع انت شغال عليه بمبادرتك وكون عنده خبرة عملية كتير كبيرة بهذا الموضوع وكون بحب التقديم بدون ما ياخد مقابل انه بالنهاية انت رح دلك تستشيره بكل خطوة انت عم تخطيها ويقيمك بكل خطوة ويحاول قد ما بتقدر انه اسمع لون كتير منيح وخده برأيه وحلو اذا قدرت كان في اكتر من واحد يوجهك بيكون افضل انه كل واحد بعطيك من منظور مختلف وثالث نقطة حاول انه تدور على المجالس العالمية شوفهم ايش عم بيشتغلوا شوفهم ايش عم بيفكروا انه دايما احنا كشباب كل الظروف العالم نفس الظروف اللي عم بتصير عنا فاذا انت شبكت معهم بالعكس بيعطوك خبرتهم بيحاولوا يشبكوك مع مبادرات يمكن تكون انت بالاردن موجودة وانت ما بتعرفها فكتير لطيف ولقدام بيساعدوك انه اذا فيه مثلا مؤتمرات خارجية دولية يطلعوك معهم وهذا الشي كتير لطيف صراحة احنا عم نلامسوا هلا بكيوث في كتير منا عم بيطلعوا بيسافروا بس هم منضمين النا حلو حلو جميل جدا طيب جميلة لو خلينا نحكي شربنا في نجان قهوة بزمن تاني مختلف وبمكان مختلف فلنفرض بعد ثلاث سنين التقينا وشربنا هالقاهوة شب تتمنى يكون يتغير في مبادرتك او حتى على الصعيد الشخصي هلا بالمبادرة بتمنى انه يكون لها نحكي لو نحكي مكان بسيط نجتمع فيه بتمنى شغلة تاني يكون لنا مشاريع وهي المشاريع لها اثر وعم بيتغير بناس وعم بتوفرهم فرص عمل وعم بتحسن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الشخصي بتمنى اكون خلصت الماستر ان شاء الله على خير يا رب نتمنى لك التوفيق انتي وفريقك اكيد طيب انتهينا من الاسئلة بس في عنا لعبة صغيرة بنحب نختم فيها حلقتنا اليوم هذول الاربع الوان كلهم فيهم بيحمل صفات او خلينا نحكي صفات معينة لا نعرف اكتر جميلة اي واحدة من الشخصيات القيادية الاربعة بفضل اختاري لون لاخبرك شو صفاته بفضل اختار الورانز الاصفر هو الاصفر طبيبا اوكي صفات الاصفر محافظ للاخرين مشجع اجتماعي ديناميكي وملهم وانت من الشخصيات القيادية اللي بتحب تعمل الشغل بشكل جماعي صح وانت اصلا مبادرتك جماعية بشكل جماعي وانا هذا الشئ للامان التمثل بالحلقة نتمنى لك التوفيق وتشرفنا بوجودك معنا جميلة شكرا اليك شكرا اليك مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم انتظرونا في قادم الحلقات مع ضيوف جدد وقصة جديدة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر